في الخاص كيف ينتشر اللاجئون السوريون على الأراضي اللبنانية وهل تكفي حصة لبنان من مؤتمر الكويت لمواجهة تحديات الملف؟ لا تزال وطيرة تدفق اللاجئين السوريين إلى لبنان على حالها بمعدل 1500 شخص يوميا والأعداد وصلت إلى عتبة 223 ألف من بينهم نحو 155 ألف شخص مسجلين لدى مفواضيات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالإضافة إلى ما يزيد عن 67 ألف لاجئ بانتظار حلول موعد تسجيلهم في المراكز الأربع المحددة في مختلف المناطق اللبنانية أما خارطة توزعهم فتظهر أن العدد وصل في شمال لبنان إلى 76803 في البقاع 59411 وفي بيروت وجنوب لبنان 19176 إلا أن العدد الفعلية تجاوز الأرقام الرسمية المعلنة بكثير وهذا ما دفع رئيس الجمهورية للمطالبة في مؤتمر الكويت للمانحين بمبلغ يفوق 350 مليون دولار حتى اللحظة تم إعلان النوية من قبل الدول الرغبة بمساعدة في موضوع النسحين توزيع الأموال خاضعة لعملية التفاوض ستجري بين الدول التي قامت بتقديم هذه المساعدات وبين الأمم المتحدة طبعا هنا يجب أن ينطلق جهد لبناني لبلوماسي للتواصل مع هذه الجهات لمعرفة حصة لبنان من هذه المساعدات إذن نصف المهمة أنجزت ونصف الآخر المتمثل بكيفية حصول لبنان على حصته بانتظار الكلمة الفصل التي تعود إلى الدول المانحة أولا قسم كبير من هذه المساعدات ستواجه إلى الدخل السوري فهذا يخفف عملية النزوح إلى الدول المجاورة ومنها لبنان القسم المتبقي الذي سيوزع على لبنان الأردن تركيا وربما العراق تدخل فيه عناصر متعددة هناك عنصر أولا الحاجات الفعلية وهناك عنصر الموقف السياسي وهناك عنصر سيرة ثوية قدرة الترويج الدبلوماسي التي يمكن أن تقوم به هذه الدولة وفي وقت تشهد المعابر الشرعية حركة دخول وخروج قوية تبقى الحركة الأكبر عند المعابر غير الشرعية في ظل غياب قرار سياسي بإنشاء مخيمات للاجئين علما أن وزارة أشؤون الاجتماعية أنجزت خطة تفصيلية لكيفية تجهيز هذه المخيمات وضبطها أنيا في حال اتخذ القرار أعتقد أنه عجلا أو عجلا سيكون خيار المخيمات مطروح بقوة لأن البيئة المحلية المجتمع المحلي اللبناني قد تضاءلت إمكاناته على الاستعاب وأصبح هناك تدعيات كبرى اقتصادية وأمنية يجب محاولة معالجته بمخيماته أزمة اللاجئين رتبت ضغوطا هائل على لبنان ويبدو أن هذه الضغوط إلى تفاقم في المرحلة المقبلة وسط توقعاته بأن تصل الأعداد المصرع عنها رسميا إلى نصف مليون لاجئ مطلح حزيران المقبل نخلق ديمة ان تيفي ترجمة نانسي قنقر